نبتدي كلامنا مع حضرككم عن موضوع باترس كارتيرون وكواليس موضوع باترس كارتيرون بداية التواصل من قبل إدارة نادي الزمالك مع باترس كارتيرون كانت في أعقاب هزيمة نادي الزمالك في رادس أمام التراجئة التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 3-1 وساعتها باترس كارتيرون رحب جدا جدا بتولي لمهمة القيادة الفنية لنادي الزمالك وما اشترتش أي حاجة أي كلام يخص أنه اشترت فلوس معينة مقابل مادي معين أو حتى أن نادي الزمالك وإدارته يدفعه الشرط الجزائي ده كلام مش دقيق بالعكس الراجل وضح لإدارة نادي الزمالك أنه على علم بالظروف المادية الصعبة اللي موجودة في نادي الزمالك وأنه هيخلص نفسه مع إدارة التعاون السعودي بشكل ودي وهيفسخ معهم العقد بشكل ودي وبالفعل طبعا هو كان عنده لقاء لقاءه الأخيرة على رأس القيادة الفنية للتعاون السعودي مبارح أمام أبها في الدوري السعودي وكسب واحد سفر وصعد للمركز الرابع وبالتالي زي ما كنتم بقول لحضركم ما كانش ليه أي اشتراطات على نادي الزمالك وعلى إدارة نادي الزمالك كان شرطه الوحيد حاجتين الحاجة الأولانية أنه يكون معاه المدرب الأحمال البرتغالي فرناندو وهو برتغالي مش جنسية تانية اشترط أن يكون موجود معاه في جهازه الفني وكمان اشترط أن يكون جهازه الفني مكوى من سامي الشيشيني أمير عبد العزيز عمر عبد السلام سامي الشيشيني أمير عبد العزيز عمر عبد السلام بالنسبة لكابتن سامي الشيشيني لسه الأمور 50-50 لأنه متحفز على الأوضاع المادية والمالية اللي موجودة داخل أرواق نادي الزمالك وده ممكن يكون عنصر حسم بالنسبة لقرار كابتن سامي الشيشيني أما كارترون فهو متمسك بوجود الرباعي سامي الشيشيني أمير عبد العزيز عمر عبد السلام وفرناندو مساعد كارترون ومدرب الأحمال البرتغالي اللي كان موجود مع كارترون في جهازه الفني في التعاون السعودي كارترون وصل النهاردة ده مدرب الأحمال ودي صورته بالنسبة لكارترون هو وصل النهاردة خلاص يعني قدم إلى مصر فيه تمام السادسة صباحا ودي صورة كارترون عشان يتولى القيادة الفنية لنادي الزمالك وهنا بقى هنتوقف مع بعض الأسئلة وبعد كده نتكلم مع حضراتكم عن التفاصيل الخاصة والمقارنات الخاصة اللي كتير من نادي أو من جمهور نادي الزمالك بيسألني عليها وبيقول لي على فكرة برضو بمناسبة نادي التعاون الكلام اللي تقال إن باتشيكو هو اللي هيروح نادي تحيحصل استبدال وباتشيكو يروح التعاون وكارترون يجي الزمالك ده مش حقيقي المدير الفني الأقرب لتولي قيادة الفنية لنادي التعاون السعودي هو الصربي نيستور المايسترو هو اسمه كده التعاون السعودي هيجي كارترون زي ما كنت لسه بقول لحضراتكو هو كان متحمس جدا لقدومه مرة أخرى لقادة النادي الزمالك متحمس جدا إن هو يقود الفريق في لقاء التراجي المجبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات الدورية أبطال أفريقيا واشترت أو طلب ده صراحة من مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة كان فيه ما بينهم انقسام حوالين استقدام كارترون من عدم استقدام كارترون وفي الآخر انتهى القرار إلى قدوم كارترون مرة أخرى لأكتر من سبب لأنه مدير فني عارف الفريق ليه رصيد جوه الفرقة عنده خبرات أفريقية كثيرة جدا في قرار الأفريقية مع مازمبي أو مع نادي الأهلي أو مع نادي الزمالك ولكن هنا هنتوقف عند قدوم كارترون والموضوع ده ليه شقين الشق الأول هي مجموعة من الأسئلة لابد من توجهها ونتمنى نحصل على إجابة عن هذه أو على هذه الأسئلة لو إدارة نادي الزمالك هتقدر توفر الشرط الجزائي الخاص بباتشيكو باتشيكو شرط الجزائي أو في عقده بند بيقول أن شرط الجزائي أربع شهور وبتقضى هو وجهازه الفني المعاون مية وخمس ألف دولار يعني في الأربع شهور اللي هما الشرط الجزائي ربعمية وعشرين ألف دولار لو نادي الزمالك وإدارته هتلتزم بهذا البند في العقد هتدفعه ربعمية وعشرين ألف دولار أخضر طب لو الفلوس دي موجودة ما ظهرتش ليه وقت باتشيكو ما ظهرتش ليه في التجديد مع ساسي ما ظهرتش ليه لسداد مستحقات اللاعبين ما ظهرتش ليه لاستقدام مهاجم قوي خلفا لمصطفى محمد دي كلها مجموعة من الأسئلة إلا إذا كان نادي الزمالك وقدرته هيتراضه أو هيفسخه العقد بالتراضي مع باتشيكو مش هيتفعه له فلوس وطبعا النقطة اللي بتقول إنه هيتفع فلوس أو شرط جزائي لعقد كارتيرون مع نادي التعاون ده مش صحيح فسخ العقد تم بالتراضي ما بين كارتيرون وبين إدارة نادي التعاون وعقده أو الشرط الجزائي اللي في عقده مش مليون دولار زي ما تقال برضو هو خمسمية وخمسين ألف دولار فنرجع تاني مع حضرككم بنقول مجموعة من الأسئلة إذا تم توفر السيولة المادية إذا توفرت السيولة المادية لإدارة نادي الزمالك عشان تدفع الشرط الجزائي المقدر بـ 420 ألف دولار لباتشيكو وجهاز المعاون طب الفلوس دي كانت فين قبل كده وإنت ما جبتش بديل على نفس المستوى بعد ما راح لمصطفى محمد وكانت ساعتها السبب إن ما فيش سيولة مادية ليه ما تمش توفير الفلوس دي عشان يتم سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة في الأربعة أشهر الماضية ليه ما كانتش الفلوس دي موجودة عشان يتم التجديد معساسي ولو الفلوس دي هتدفع مين اللي هيدفعها هل إدارة نادي الزمالك أم متبرعين أو محبي لنادي الزمالك دي كلها مجموعة من الأسئلة محتاجة إجابات ده فيما يخص الجزئية بتاعة رحيل باتشيكو طب بالنسبة للجزئية بتاعة قدوم كارتيرون فيه سؤال مهم جدا هل اتخذ القرار بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة هو ده أفضل حاجة؟ هو ده أفضل قرار إداري تتخذه إدارة نادي أو إدارة مؤسسة؟ كارتيرون رحل عن نادي الزمالك في وقت بالبلد كده أطم وسط نادي الزمالك فيه الموسم اللي فات قبل لقاءات هامة جدا في بطولة أفرق تعاقديا هو لم يخالف عقده وكان عنده شرط جزائد يدفعوه زي ما عمل على فاكرة مع التعاون دلوقتي بس أدبيا ودي نقطة لازم نقف عندها أدبيا دي موجودة في كل حتة في الدنيا محدش يقول لي يصل بره انت خد عقدك وخد شرط الجزائي وخلاص لا لا بره ما بيعملوش كده بره في حاجة اسمها بيرير نوتس لو أنا عقدي بنتهي كمان شهر أو شهرين باجي أقول لك قبليها بشهر أو بشهرين أنا كمدير فني أو أنت كنادي تزبط فيها أوراقك إلا لو حصلت حاجة كارسية بقى نتيجة كارسية خروج كارسي مثلا من بطولة فساعتها بيبقى فيه إقالة فورا للمدير الفني أو هكذا لكن طول ما الإعلاقة جيدة ومشي بشكل جيد ما فياش أي مشاكل دايما بيبقى فيه حاجة اسمها التقدير الأدبي وده ما كانش موجود من كارتيرون لا مع نادي الزمالك وهو بيمشي قبل كده ولا حتى موجود منه دلوقتي هو ماشي من التعاون فهل تثق أنت كإدارة تثق في مدير فني وفي شخصية بعيد بقى عن مدير الفني لأن البني آدم وشخصيته مش بتتجزأ هو في بيته هو في شغله هو مع صحابه هو في كل حتة نفس البني آدم بنفس المبادئ والقيم اللي هو بيتصرف بيها في كل حتة فهل أنت كإدارة نادي الزمالك هتثق في هذا الشخص بعيد عن كونه مدير فني بعد كده هل ده اللي أنت شايف أنه هيحقق لك الطفرة الرهيبة والنجاحات الفنية الرهيبة ده السؤال مهمة جدا لازم تجاوب عليه إدارة نادي الزمالك ده فيما يخص رحيل باتشيكو وقدوم كارتيرون طب فيما يخص الحتة الفنية المقارنة الفنية ناس كتيرة جدا بتسألني عن القصة دي باتشيكو ولا كارتيرون طب كارتيرون ولا باتشيكو خلينا أقولك رأي وجهة نظري أنه باتشيكو ظلم باتشيكو ظلم جوه نادي الزمالك لأنه اشتغل في ظروف وأجواء لا تساعد أبدا على النجاح بيفتقد واحد من أهم أسلحته الهجومية اللي هو مصطفى محمد ومفيش بديل العيبة عندها مشاكل مادية كتير تقلبات وتغييرات إدارية على رأس القادة الإدارية لنادي الزمالك كمان مفيش انضباط إداري وحزم وحسم إداري جوه إدارة الكرة بنادي الزمالك مع اللاعبين وبالتالي هو كمدير فني ما توفرت لهش الأجواء اللي تساعدوا على النجاح عشان كده بيقولك إنه هو ظلم في نقطة وحيدة نقطة وحيدة وزاوية وحيدة أقدر أقولك إن هي دي زاوية النور لو خلاص أنت تغضيت بقى عن إن كارتيرون يرجع وخلاص وبتقيمه بقى حتة فنية زاوية وحيدة هي اللي ممكن تكون أدفانتج وأفضلية عند كارتيرون تخليه يقدر يحقق مع نادي الزمالك مكاسب خلال الفترة اللي جاي أو ينجح مع نادي الزمالك خلال الفترة اللي جاي إيه هي الزاوية دي إنه كارتيرون ماهر ماهر في احتواء اللاعبين داخل غرف خلع الملابس بيعرف ويسيطر على قط اللبس ودي النقطة اللي خسرها تماما باتشيكو خلال الفترة اللي فاتت باتشيكو خلال الفترة اللي فاتت خسر تماما قط اللبس في نادي الزمالك كارتيرون عنده النقطة دي عنده الأفضلية دي يقدر يسيطر على غرفة خلع الملابس بنادي الزمالك يعرف يسيطر على قط اللبس وبالتالي النقطة دي تفرق معاه جدا خاصة مع الرصيد اللي موجود مع نفس اللعيبة اللي حقق معهم نجاحات خاصة انه هو عارف الأجواء في مصر عارف الأجواء جوا نادي الزمالك عنده طبعا الخبرة الأفريقية زي ما كنت لسه بقول لكم من شوية ولكن أي طفرة هيحققها لو ما حلتش الأمور الاستراتيجية اللي هي كانت عاملة مشاكل في نادي الزمالك يعني القصة أو المشكلة في نادي الزمالك المشكلة الأساسية في نادي الزمالك مش بالدرجة الأولى هو مشكل فني انت عندك مشاكل إدارية لازم يكون في حزم وحسم في التعامل مع اللعيبة وقرارات إدارية حازمة مع اللعيبة وتتيح للمدير الفني القادم ان هو يبقى مطلق إيده يده تكون مطلقة جوا جرفة خلع الملابس لفرض الانضباط الحاجة الثانية ان انت توفر الاستقرار المادي لو الحاجتين دول مش موجودين والله لو جبت جوارديولا مش يعمل أي حاجة وأي نجاح أو طفرة هيعملها تكون طفرة استثنائية مؤقتة بالصدفة ده كل الكلام اللي عندنا فيه ما يخص كواليس كدوم كارتيرون الأسئلة اللي لازم توجه لإدارة نادي الزمالك في رحيل باتشيكو وقدوم كارتيرون وأيضا المقارنة الفنية وفرص نجاح كارتيرون مع نادي الزمالك عشان نتعرف